الأخ ناصر من بن يوليد يسأل هل تجوز الصلاة وراء المداخلة هل إذا كان معنى تجوز بمعنى صحيحة فهي صحيحة وراء كل مسلم بر وفاجر المسألة هل هي أفضل من غيرها أو لا؟ هذا يراجع للشخص فإذا كان مثلا في مسجد معين أعضل أهل الأرض حاليا هو من يصلي بهم لكنني لم يستريح لما نصلي وراءه نقعد نفكر فيه هذا خير ومدارش ومقالش وخير يتكبر علي لا لا في هذه الحالة لو صليت وراءه فالصلاة جائزة ولكن الأفضل أنني نصلي وراء غيره لكي يحضرني الخشوع في الصلاة أما لو كان من صلي وراء إمام تفكيري فيه أكثر من تفكيري في الصلاة وأكثر من خشوعي في الصلاة كائنا من قال يقال لي تصلي وراء غيره أفضل أما الجواز بمعنى صحيحة أو غير صحيحة فكما قلت صحيح الصلاة وراءه كل مسلم بر وفاجر وإن كان الأولى أن يكون العذل هو الإمام لأن هذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبة إمامة عظيمة فنختار لها الأصلحة في الأصلحة لكن في النهاية إذا صليت وراء المفضول معه حتى مع وجود الفاضل فالصلاة صحيحة يعني عندنا واحد عدالة 80% و41% صلى بنا صاحب الـ 40% وصاحب الـ 80% وراه هل تبتل صلاة المفضول مع وجود الأفضل؟ قالوا لا لا تبتلوا صلاة المفضول مع صلاة الأفضل ترجمة نانسي قنقر